اهلا بكم. اهلا بكم. اهلا بكم. اهلا بكم. افكركم في فيديو جديد يا شباب. وفي اخر حلقة عندنا في سلسلة فارج ومود. للأسف انا حزين حزين حزين. مش قوي صراحة. بس فعلا حزين للشباب لان السلسلة دي خلصت. دي كانت احد اجمل السلاسل اللي انا لعبتها واحد اجمل المدات اللي لعبتها. وفعلا مش قدر اقول اكتر من كده. اللعبة دي والموت بك ده حرفيا من اجمل المدات. اللي انت ممكن تكون بتجربة في حياتك من حيث التحدي البصات الاسلحة وكله. في الاول كنت شاكك ان موت بك ده ممكن يكون بيتغلب على لكن الحلقة اللي فاتت وضحت ده بحرفين بنجاح شديد جدا. لو احنا هنقارن البصات الاخيرة في كل مود بين وبين الفارج مود. بالنسبة لي انا الاصعب كان فارجو. لان بالنسبة لي ما كانش فعلا صعب اول الدرجات دي. وما خدش ابدا معي مفيش حرفيا اي بص في معي كمية الساعات اللي اخدوها مع بعض وطبعا ما ننساش فاتماني شباب فعلا تكونوا استمتعتوا بالسلسلة دي انا حرفيا استمتعت بيها جدا جدا جدا. ومتحمس برضا شوف شباب قراءكم بالنسبة لي المودات الجديدة اللي احنا هنقوم بنجربها على القناة. فطبعا لو عندك اي موت حال وعاوزينكم بنجربه تسيب لي اسمه في الكومنتات تحت. وطبعا عوزنا على صوتي انا بسجل آآ صبح بادري جدا. عاوزكم برفع لكم الحلقة دي اه اقرب بقت ممكن عشان نشوف شباب التسجيلات الجديدة عاوزين يكون بنعملها في مطباك الجديد. لكن طبعا اوعي تنسوا دعوات كل اهلنا في فلسطين والف غزة. ان شاء الله ربنا يكون بيحررهم وينصرهم. دايما تكون بتقاطع اي منتجات اللي علاقة بالكناسين ودايما تكون تشارع قضية فلسطينية. فلسطين مش قضية عرباء مسلمين. فلسطين هي قضية كل انسان. ويني بتري شباب حلقة النهاردة بقراية شوية كومنتات بلو انت سبتوها على الحلقة اللي فاتت. واحد جميل جدا بيقولي اتحديك 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 تلعب المود الماسكست. ام مش عارف اجابها لك ازاي صراحة. بس انا مش عاوز انتحر دلوقتي. كاهمني يعني انا لسه على الانتحار ما وصلتش يعني للمرحلة دي. فانا مش مفكر اكون بعزل نفسي اكتر ما انا تعزبت في المود العادي. لو انتم مش عافين شباب احنا مرة اللي فاتت لما اغلبنا ميوتنت عطاني دي الميوتنت جافت. بص كم مكتوب تحت ايه? ايه? اقول لك انابل ماسكست مود ونيوز ان ماستر مود. والماسكست مود ده شباب عبارة عن معنى صاحة كده بتاع كلمتي. فتخيلوا بقى كده المود ده الواحده صعب فالماسكست نفسه هيبقى عمل ازاي? فبلاش? انا بقول من رأيي بلاش? واحدة برضو بيقول لو تعطيني مليار دولار اه ما راح اضيع اربع ساعات من الحياة عشان بص. لقد ديني مليار دولار. ديني بس يعمل مليار دي وانا ما تخافش هتريعلك عشر سنين من حياتي في بص ما يهمكش. بس فعلا انت عامني البص ده فعلا انت عامني مرة اللي فاتت. واحد برضو تلي بيقول الفايدة ده بص ده عظيم. بس استفدت ايه? استمر بنقدر كل موجود التعب اللي بتضعه في الفيديوهات. اه فعلا ما استفدتش حاجة. ايه انا فعلا ما استفدتش حاجة غير اني حسيت براحة نفسية بعد ما خلص الموت باك ده. يعني انا بعد ما خلصه الحمد الله كفاية على كده بقى نشوف موت باك غيره. وما نرجع لهش تاني. وطبعا شكرا على دعمك وعلي كومنتك الجميلة. وحتى اللي بيقول لها انا هتنحت من كترة دربات البص وصعوبة انك تتجنبها ربنا يعينك لان انت تقريبا محتاج تقتله اتنين او اكتر كمان عشان انا حاسس ان انا ان شاء الله لما اجيب بي سي هلعب ده وهلعبه على الجرني من كترة صعوبة. وعايش جدا انك قتلته. طبعا يعني شكرا على دعمك وشكرا على كومنتاتك دائما على كل حلقة. والصراحة انا لو حد جاي بي سي ما نصحوش لاب موت باك ده. ما تلعبوش. يعني ما تلعبوش حرفيا. يلعب كلمتي. كلمتي حلو. كلمتي لازيز. ما فيش ابدا بص في كلمتي. قعد معي اربع او خمس ساعات عشان اكون بحاول قتله. بالاضافة شباب انا بالحلقة دي والحلقة اللي فاتت ايضا اكون بغلب اكتر مرتين. المرتين دول صراحة ما اخذوش معي نفس الوقت اللي انا خلاص قتلت تعلمت درباته. فالمرتين دول بس خدوا معي تقريبا ساعة واحدة. فالاويتين دي شباب هي اللي يكون من استعمالش اللي يكون بنعمل كل الحاجات دي بتاعتين النهاردة. ايه مش عافزة كلمة نكون بنعملها كلها ولا بس هنكون بنحاول. بيقول لي انتظر قادم يعني بص انا مش عارف اذا كان هيكون القادم ولا انا بفكر لسه في الموضوع ده. مش عافزة كنت اكون برفع بعد ما خلص الموضوع دي. ولا هكون برفع موتباك تاني. فبورد شباب عزوكم بعرف قراءة في كومنتات تحت لاني برضو عندي اكتر موتباك صغير كده عزوكم بتجربوا معاكم قبل من كو بنبدأ في موتباك كبير تاني. حتى بيقول ازيدك من الشعر بيت البص آآ بساطة لأوضافة لانه هيضربك بحركات سبريم ويتش انا عارف يا شباب ان انت ممكن تكون بتلعب فارج ومودو مع بعض. في موتباك بيضم الاتنين دول مع بعض. وبيضم حركات الاتنين دول في نفس الوقت. وفي ناس على فكرة بتحقب البصين دول مع بعضك. بتلاعب وبتلاعب مع بعض. فانا يا شباب الصراحة مش عارف. بس انا لو هكون بجرب موتباك ده انا عاوزكم بغلب من الاول. بعد كده هكون بجرب الموض اللي هو في فارج ومودو مع بعض. فورا شباب اقول لك في كومنتات تحت. واحد الكومنتات برضو بتقول لي اسنع ده ده في حالة النهاردة ان اكون بعمل دي اكون بعمل اسلحة جديدة اكون بعمل جديد واكون بجرب اغلب بصات من كل ما تضرب. فادعول يا شباب. كومنتر بيقول من قصع من مستحيل ما تسب اللي هو اعتقد بسببه اخذت من مجرب يخليك تتنفس يجيب عقد ده. اه مش عارف صراحة الصراحة كان من اصعب بصات ده حتى كان اصعب من اخر بص يعني ده كان سهب مقرنة بال لكن الصراحة بتقيل برضو ان انا ما خدش ميني نفس الوقت اللي خده ابدا. فهكون شب بجرب ويمكن اغرى ايه. واحد برضو هي بيقول اي مستر بيت جرب مود ستارس اه ابوف كلاس السامنر. انا سمعت عن المود ده اللي هو ستارس بوف لكن لسه الصراحة مش عافظ كنت هكون بجربه ولا. لو هو حلو انا هكون بجربه. كومنت تاني برضو بيقول كانت واحدة من اعظم السلاسل بس اربع ساعات بس انت جامد قوي ونطالب بعودة شباب ان شاء الله راجعة انا بجهز فيديو لها تاني بحيث ان احنا نكون بنبتدي نكمل السلسلات دي بتاعة الاخر انا دي اكتر من سنة فيها اكل شوية بسيبها ورجع لها تاني بسيبها ورجع لها تاني بس انا عاوز اكون بخلصها. في برضو كومنت بيقول يا اخي انت الصورة انا ما قادرت اختم المدد ده اللي بعد سنتين من السحب على هذا الباص. انا فهمش بلومك لان فعلا ده كلاني اكره حياتي. فاي حد لاعب الميوتينت هيبعارف فعلا اللي انا بقوله. كومنتاني برضو بيقول لو علقت على بص جرر بتتفرج على فيديوهات ناس هزمتوا عشان تشوف احسن طرق للدوج. لازم تحاول كتير لغاية ما تفهم دوج كل حركات لوحدك. هو الصراحة في ناس قبل تتفرج على فيديوهات على ناس هزموه قبل كده ويشوفوهما بيعمل دوج ازاي. لكن ده مش ستايلي. انا ستايلي بحب اشوف بنفسي وحب بنفسي وحب بشوف الحركات دي. انا اللي اكون عاملها. مش بكون بقلد حركات حد تاني. وده صراحة اللي بيخلي البصات تاخد معي وقتا اطول من الطبيعي. وده شاب كانت شاهد كومنتات من اللي انتو سيبتوها على الفيديو اللي فات. طبعا شاب شوكوا على دعمكم وعلى كومنتاتكم وعلى تعليقاتكم. طبعا لو انت لا تسجد في القناة ياريتكم بتشارك لو انت بتحب محتوى تراري يعني. ولو عجبك الفيديو ده ياريت برضكم بتصيف لايك. يا طرى ممكن كوم بنعمل اي من الحاجات دي كلها? طب اي اهم حاجة عاوزيني كوم بنعملها هي دي المشكلة بس الوحيدة اللي عندي انها بتتكلف تلاتين انجي لوحدها وانا قردي معي سبعة وخمسين بس. فانا بفكر في حاجة اشمال. بفكر اكون بعمل بتاع الموتينت. ده بخمستاشر وده بعشرة وده بعشرة. يبقى بالخمسة وتلاتين. واكون بس بعمل ده. اقوى سلاح رينجي موجود في اللعبة. وده بخمستاشر يبقى خمسة وتلاتين وخمستاشر خمسين. حلو. لو عملت السلاح ده ممكن يكون باغلب الموتينت مرة تاني بطريقة اسحل بقى. واكون بجمع بقية الحاجات. لان احنا عاوزيني كون بنعمل ده. عاوزيني برضو بكامعة ده اللي هو ده مش قدر يكون بعمله. الانرجي دي مش هنال لكم نجيبها غير لما نكون بنقتل من غير ما نكون بنضرب ولا مرة. بمناسبة الموضوع ده انا غلط مرة اللي فاتت وقلتلكو حاجة اه ان موضوع سلاح ده. اللي هو ده يا شباب بيقع من لما تكون بتقتله من غير ما تتضرب. لأ. هو بس نسبته نص في المية. فعشان كده نسبته قليلة جدا. انه قتلت ده حوالي اتين وعشرين مرة ما قلش ولا مرة. فأكيد حظ ينحص. لكن لو انت قتلت ده من غير ما تتضرب ولا مرة. هيقى حاجة احنا محتاجين هنا يا شباب. اللي هي دي اللي هنكون بنعمل بها سلاح ده. فهدو يا شباب نكون بنساف بقى الحاجات دي كده مع بعض عشان نكون بنعمل لها بالنسبة ل محتاج مني ده وده عبارة عن ايه? ايش سيف ده كده? نفس الفكرة هنا ده ده برضو عاوز مني ايه? سيف ده برضو كده. برضو محتاج مني الماسكات كلها. يبقى يعتبر شباب لكم بنجمع كل الماسكات بتاعت البصات. اول حاجة بالنسبة لها الميت انا اعاد لي بس لازم تكونوا عارفين ان الماسكات دي اللي هي الاقناعة بتاعت البصات مش هتقع مني نفسها. لازم تكون بتاقة البص وعنده فرصة ان يوقع لك الايه الماسك ده. فمسلا نسبته تقريبا اربعتاشر في المية انه هو يكون بيقع مني. فده هيكون بيتطلب مني ان احنا نكون بنيجي بقى عندي نفسه. فين هو بقى? باشا اهو. نحن كده نروح على هكون باشتري ده فنشتري بقى شوية من دول. وين السبعة كده? ما عنديش مشكلة يعني. السبعة بعد كده نعمل كده. بوم. اوكي ماتوا كلهم. ياب ماتوا. يا طرح اعطاني الماسك. اعطاني بس ما عطانيش الماسك. فهمتوا بقى ليه موضوع هيبقى فعلا رخم. انا هترككم انفرم. اوكي اقتلنا يا هم بعد كده بقى. هو واقع هو شباب ماسك. ثانية واحدة. واقع لي الماسك من. لا لا مش معقولة صح? مش معقولة. يا واقع لي الماسك اهو. بس هيا شفت ان هو واقع من الماسك. مع ان الماسكات مش بتوع في نفسها. اه. مش واشكلا. لو هي بتوع من يبقى كويس. لو مش مصدقيني تعلق كده على الوكيبيديا انا شوف موضوع مع بعض. ده هو. لما بنيجي نزل تحت كده. الدروبات بتاعته. دي حاجات منفصلة عن التريجر باك. دي اللي هي بيكواها من. فانا مش عارف هي الفكرة في ايه? هل الحاجات دي جوة ولا متواصل عنها? لو هي جوة باك يبقى حلو جدا. فدولة شباب نكون بنعمل مع بعض بعد كده نكون بنعمل عبارة عن ايه? مع يعني كده ده كده يا شبب اول قطعة عندنا من الارمر. ده محتاج مني ماسك. سكريتون برايم ماسك. التوين ماسك. الجولم ماسك. و لابع نجرب نجيب الحاجات دي من التريجر باك نفسها. انا معي فلوس. وينيكيا انجيلا. تعالي كده هنا. نروح على التريجر باك. مسك مسك مسلا الدستروير. ونجرب كده نفتح اوه جالي التريجر ماسك اهو. يبقى ازا كل الماسكات دي من التريجر باك. ده حلو جدا. بقى كده شباب دور. من اول مرة اهو جبناها. بعد كده الجولم. اهو شباب بالجولم ماسك. حلو قوي. وبعد ما جيبنا ندوك في شون ماسك. يلا بيني بقى نكون بفرم على. اوكي جيبنا دو الشباب. كده عاد لي بس. كده شايف جيبنا ماسك. بك هتكون بنعمل بعد كده جميل. دلوقتي بقى نروح على ده محتاج من ايه? الكينج سلايم والبلانتيرا. وانا قريدي معايا الكوين بي. بك هنحط الكينج سلايم ماسك والكوين سلايم ماسك. بعد كده شايف نكون بنبحث عن بعد كده نكون بنحاولها ليه جامي الكاشواب معنا ارمور جديد اهو. اي سيد بونس بتاعه? سيد بونس. او واو. اوكي. حلو قوي ده. ولو فاكرين حالة فاتح نجيبنا هنا ممتازة جدا اسمها دي لما تكون بتعمل لها ايكوب هنا بيديك برضو زي يعني ان في كثوله كده بتلف حواليك دي لما تدوس كده زرار معين اللي هو البومب. بتطلع كل دي بتشيل اي حاجة في طريقها. اي حاجة بتضرب عليك هي بتشيلها. وطبع ان دي هتكون ممتازة في محاولتنا ان احنا نكون بنحاول نغلب بوساط نغير ما ده تضرب. ودلوقتي شباب عندنا اخر حاجة نكون بنعملها بباقي الاتين ايش بتاعتي وهو ده حتى ايه دمج بتاعه كام ستة وعشرين الف تمنمية واحد وسبعين. عشان بس وبفاهمين يا شباب ادي ايه فيعن السلاح ده جبار. ينفق اعمل ده ريفورج لو سمحت يعني. دلوقتي ادمج بتاعه تلاتين الف تسعمية وتلاتة. اه 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 شباب. دلوقتي معنا السلاح ده شايفين? واو 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 سريع جدا. سريع جدا سريع سريع جدا. دلوقتي معدنا ان احنا نجرب نغلب بالارمر الجديد بتاعه هو يعني وبالسلاحة جديدة اللي احنا عملناه. ماكملش دقيقة. كيف بانعمل دوجي هنا بقى. لكينا عنده حركة وحشة قوي دي. دي حركة فعلا بشعة. اهرب 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 اهرب. جميل جميل. فعلا ماكملش حاجة. ماكملش حاجة يا تعان. واوها السلاح ده. ازا بيجي ده فعلا سلاح جبار. سلاح جبار. وخدنا افتح بقى اعطاني تمنتاشر. اه قليلة. قليلة مش ده اللي كنت عاوزه. وبيديني بتغبير من خمساشر العشرين. بس اعطاني تروفي. دلوقتي شباية بنكون بنعمله بقى بالخمسة عشرين اللي معايا. اعتقد يعني ان احنا هنضطر للكم بنقتله اكتر من مرة تاني. لان احنا محتاجين حاجات فعلا كتير نكون بنعملها. ممكن يكون بنعمل السلاح ده. اللي يشوف كاثولو ده الجديد. بس انا على نفسي مش مهتم اول الدرجات دي. انا مهتم اكون بعمل اسلاحة دي يا شباب. اللي هي ودي السلاحين دور يعتبر اسلاحة ميلي. لكن ده محتاج مني حاجة اسمها وده محتاج مين حاجة اسمها بروكن هيلت. محتاجين نكون بنقتي للبصات دي من غير ما نكون له تدرب ولا مرة. وعلى فكرة ممكن يكون باورد وحاول ده اكون بغلبه من غير ما تدرب ولا مرة. لو قدرت اكون بغلبه من غير ما تدرب ولا مرة. هقدر اكون بعمل ده. دي يا شباب يلا بقى نكون بنحاول نغلب من غير ما نكون نتدرب منه ولا مرة. لان احنا عبزين بردو نكون بيجي منه قطعة اللي احنا محتاجينها دي. فنعمل كده. هلوه بوي. فكرة انا مش شايفه. انا حافظه مش شايفه. اوك دخل الفيز التاني. اه مش لو احنا خلصنا منها وجبناها دلوقتي. وده يا شباب يلا بقى بنكون من حاول نغلب من غير ما نكون من الدرب منه ولا مرة. فين هو? هلوه بوي. اضربت او لم اضربتش هلا مش واخد بقى اللي صراحة. اه. اه. اتلت اه. اتلت من غير ما تضرب. البروكن يلا. الفيجر كلها يا اعتماد انا بعمل فيه دمش بطريقة بشعة. قبل ما حدت هو يكون بيحاول يقتلني. حد كده. يا شباب نقدر نكون بنعمل دي. ونكون بنعمل دي. قعد لي بس ده. فدي يا شباب صاح انا مش عارف نظامها هيبقى عاملة ازاي. انا كده كده هضطر اكون بقتل الميوتنت اكتر مرة عشان اكون بجمع الانرجي. وانا بكون بقتله هحاول اكون اعدي علي مرة من غير ما اضرب منه. فيلا بينا. اوكي تاني مرة. بس اتضربت منه. ولما نفتح اخر باج كده جبنا يا شباب مية وتلاتين اتن انرجي. جميل. مع فكرة ما اكملش موضوع معي خمس دقايق. بس لاسف ولا مرة قدرت اكون بعدها من غير اي ضربات. للاسف. انا ممكن احاول يعني هي دي محاولة لكن هل انا متحمس اكون بجرب السلح ده? انا مش عارف الصراحة. مش عارف ابدا ازا كنت عاوز اكون بجرب السلح ده ولا. مش عاوز ازا كنت عاوز اكون بضحي بوقتي كل عشان اكون بحاول ما اتضربش من الموتنت. واتفتحت عندنا هي شباب الاسلحة. اول حاجة سبعتاشر الف تسعمية وربعين دامج. واو. اعمل اي دا كده كرافت. تانية حاجة ده برضو جميل. اعمل كده برضو كرافت. تالسا اعمل كده برضو كرافت. واخي يا شباب ده اللي هو اللي شفت كاثولو. ده كام? تسعة تلاف دامج. ده تسعة تاشر الف. ده خمس تلاف. ده ست تلاف تقريبا وده تسعة تلاف. لكن بقى شباب معي بقى انرجي تقريبا معي اربعين انرجي. ممكن يكون بنعمل دي. ده تطلب مني الحاجات اللي احنا كنا عمليلها قبل كده. اهي يا شباب عبارة عن عبارة عن والسول بالاضافة لتلاتين اتن ارجي. اعمل كده كرافت. او واو 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 واو. طب انا عاوز برضو كم اعملها قلبة كلهم ماتوا من الحرب بتاع ميوتن. ايه نعمل بقى اللي ده عاوزوا ايه رأيكو? ولا مينس انج. او انا خلصت فلوسي. اه تاني واحدة ده الواحدة بتمانين اه بلاتانيوم. انا خلصت بلاتانيوم. اكي معي الاف. اه مفيش فايدة. هتطرر راح اجيب فلوس تاني. منحصنا حضر الشباب هقول لكم هجيب فلوس ازاي? بصوا كمية اللي معي. انا هنا معي تقريبا ميتين باك من الدوك في شرون. لو انا فتحت كل الحاجات دي. وبعتها هاجيب الاف بلاتانيوم. اوكي مش وحشة. كويسة لو حاطنا دي بقى هنا كده يا شباب. نعملها يا كوب فندي بمناسبة يعني. اه اتحطت هنا في مكان الاجنحة. اوكي. حلو قوي 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 كده. الفيكة دلوقتي انا عندي هنا اماكن فاضية كتير. اعملها ازاي بقى ايه رأيكم? هو الرقم اللي حقيقي. اربعة تلاف هيلس. وكان مانا تسعمائة وتسعين مانا. الاربع اسلحة دول بالاضافة لي تعتبر اقوى اسلحة تم صناعتها في موداة تراريا. وبس هكون بديكم سل بسيط على الاربع اسلحة الميلي دولي. احنا قريدي شباب شفنا سلاح وعمل ايه حرفيا في كان تيك 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 بيدخل على طول الفيز تاني. تيك 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 بيخلص على طول. ده شباب اعاوزين بقى نكون مجربة اسلحة دي مع بعض. وانا هنا بزهار لكم الدمش هنشوفوا قد ايه ممكن نعمل دمش فيهم. نبتدي يا شباب. اوكي. اتشافين وامتين ستة وسبعين الف. صح? مليون ربعمائة الف. مليون وخمسمائة الف. مليون وخمسمائة الف كده كده. كده. انتم متخيلين? ده وقت انا قد نخلص بقى الملفز التالت بتاع الباشا ده الميوتينت حرفيا بشعة. ميل عاوز بقى يكون بيعديه من رجل ما ياخد دربة. في ناس عملتها. يعني انا متأكد ان في ناس قبل كده. وهو ممكن يكون في ناس منكم اساسا انهم قدروا يغلون غير ما يكون بيدربوا منه ولا مرة. لكن انا عن نفسي مش عاوزة تكون بضيع وقت فيه. كما بلكم من بتاع عدد بتاعه حرفيا بمعوتك. رغم ان احنا هلسان دوقتي اربعة ترافة امنامية. وده تقريبا اعلى هلس وبسلطل وفتراريا. في مودات كلها يعني. وكده غالبنا يا شباب بالسباركلينج لوف. مش هنكمل على طول يعني وهنكون بنرجع تاني ده كده ونجرب ده. اوكي? اتنين مليون ستة مية. اتنين مليون ستة مية. فيه بقى دربة السلاح ده. بص الدربة دي. هو بصل لخمسة مليون. صح? يا شفت قبل كده خمسة مليون. ده اتنين مليون تلتمية. او او الفيزي التالت. وبعد كده هلو. هيجمع في حتة واحدة. وهيلف. كما لك برضو ان هو ممكن يعكس اتجاهه. لو ما تتحركتوا بسرعة قوي. هي روح هو يعكس اتجاهه الناحية التانية. فحاول تكون بتلف معاه وهو برضو بيسرعه. يعني شايفين? اوكي. ده شباب حرفيا الدمج بتاعه غبي. بصوا لدرباته اساسا. شايفين الدربة دي? واو انا مش شايف حاجة في وشي. في برضو دربة كليك يمين عنده الدربة دي. بيطلع سيف بيطلع فيها اللي هو ده. و برضو عنده الدربة دي اللي هي الدربة كليك يمين. بيعمل كده. بوم. الدربة بتاعة نفسه. بص اهو. يعمل كده. وتتحن وتضرب. ممكن تشحن الدربة دي كده. بوم. بوم. حاجة جامدة صراحة. دي الوقت شباب يلا بينا نجرب. كم دي? اربعة مليون. يا دي اربعة مليون. انا مش اخد بالي. بس دي بمناسبة. السلح ده دي درب كليك شمال بس. ده اتنين مليون تمنمية الف. اتنين مليون ها? كان فيه دربة اوصف فيها اربعة مليون تقريبا. فده يا شباب فكرة الاسلحة دي. حرفية اسلحة دي. جبارة وهجروا برضو اكتر من بص تاني. وعفكرة الموسيقى بتاعته لوحدها جميلة. عاوزكم بحبل الموسيقى بتاعته. صراحة حاجة جامدة. يا عيني يا ابني. يا عيني مات. الموضوع غريب جدا. عارفين ليش يا شباب? ان ده كان بيعزبني. دلوقتي يبقى موضوع سهل قوي بالنسباله يعني. ده مش بقى سهل ده بقى تافح. يا شباب نجرب اللي يشوف كثوله ده. اوكي ده كام اربعة مليون. اه. ده اربعة واحدة اربعة مليون. وماله. اللي عملنا كده. دي كام ستة مليون. يا ستة مليون متين ومئة الف. دي ستة مليون ها. شايفين الارقام دي? شايفين الارقام دي ستة مليون. اه ومات. حرفيا الارقام اللي بتطلع في البص ده حاجة مستحيلة انك تشوفها في اي موت تاني. عاز بقى اكون بجرب اشوف الدامج بتاع انا شفته قبل كده احنا كون بنغلبه بيها. بس مشوفتش ارقام الدامج بتاعته. فعذرا يا ميوتينت انت يعني النهاردة تم جلدك مليون مرة. فين هو اهو? اهو. اهو كده بس مليون ميتين تسعتاشر الف. نجرب تاني كده. بس اوف مكانك لو سمحت. اوف مكانك اوف مكانك عشان نعف نموتك. ها مليون سبعمية ستة وثمانية الف. مش وحشة. شفت عمل ايه? غير اتجاه الليزر كنت عاوز اجربها. اوكي. قلت لكم لو انت اتحركته بسرعة قوي هيكون بيغير اتجاه الليزر ويمباتك. لكن مشكل اخر شو يبدأ اصلاح مش موضوعنا. موضوعنا ان احنا طلعنا ارقام دامج عمرة ما حصلت في كلها. كان نبصراحة نكون بنعمل السلاح ده مع بعض. لكن انا عاوز سلاح ده هيكون قوي بدرجة بشعة. لو انتم شايفين ان ده اسلاحة قوية ده اسلاح في حالة تاني خالص. اوه في سانة واحدة ممكن برده نجرب نعمل سلاح تاني هنا مشوفتوش. اوه ده سلاح ميج. ده عاوز ده اكسترا بوني انرجايزر. بس اعتقد دي لازم نكون بنقاتل مش الاسكليترون العادي. يعني محتاجين نكوب نرزبا ميت جارديان. بص انا هجربها لانا السراحة مش متطمن. الجارديان مش سهل. مش حاجة سهل انا كنت تغلبها يعني. فنشوف يا شباب ازا كنا ممكن نكوب نقف نغلبهم ولا. نعمل عشرة من دي ليه هالسكولتشين نحوط العشرة دول كده يا شباب. دولة شباب لازم نكون بنيجي لناحية الصبح. وان لو عملنا كده. تمام? انا مش عارف ايه اللي بيحصل الصراحة. انا صراحة مش عارف ايه اللي بيحصل. فين هما الجارديانز? هما هربوا? اوه تقريبا هربوا اه. ليه 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 هربتوا ليه? نجرب تاني. يمكن انا كنت حركت بسرعة قوي عليهم. نعمل كده وين مية. اوكي. اوه انا مش عاوزهم يلمسوني. دي الفكرة انا مش عاوزهم يلمسوني. ما تخلهمش المسوك. ممكن نجرب بقى السلايم رين. اوه واو 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 واو. طبيعا مش هيتلع دمج لانه هو بياخد واحد دمج. اوكي بردو نجرب اللي هو البيجست ستينك. هو بص الكوين باللي بتهاجم عليهم. اوه بصوا بقى اللي يشوف كاثولو. اه اوكي اتلت واحد الحمد لله. اتلت واحد. او 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 ما تحزرش. ما تحزرش. ما تحزرش معي. اتلت مية وتلاتين. اتلت اقولك هو. بس حصل حاجة موتتني. طب اجبت الحاجة اللي لا عوزها? لأ ما جبتهاش. اوه. ماشي نجرب تاني. انا عوزها في كل ده عشان سلاح ميش. ليه سلاح ميش ده هيعمل الدمج قديه. نعمك يا شباب. ومية. هلو. اما حاجة ما تخلومش المسوك. اوه لما بيكون من الموت شوية بيرازبا غيرهم بيرازبا فقيك. بصوا كده لما الموت ده شايفين? رازبا هنا اهو. اللي يشوف كثروه ده حرفيا سلاح جبار. قتلت تمانين. اوه اوه ثانية واحدة. قتلتهم برضو قتلت المية. بس هو في حاجة حصلت. نفس اللي حصل مرة فات حصل دلوقتي. ما ما جبتش اللي انا كنت محتاجه. اوه سين واحدة جبتها. جبتها هيش ما يبقى اهي. الاكسترابوني انرجايزر. يبقى تقريبا برضو في الناحية تانية ساعة تموت تجبتها. يعني اعتقد انك هتموت هتموت. تعال نروح الناحية تانية نشوف ازا كنت جبتها هنا ولا. ساعتها هنا انا اتزنقت في شجرة ومواطوني برضو مرة واحدة. اوه يا شاب جبتها هي. اتنين اكسترابوني انرجايزر. تمام? موضوع التالي سهل. يا شباب. اعمل كرافت. حلوة. اوي 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 كده. نجربها على مين زي ما انتم عارفين? الباشا دايما اللي هو حبيب الكل. معاني ما عنديش كسورات يعني خاصة بكلاس الميج قوي. لكن عاوز اكون باشوف الدمج بتاعها. فانيجي هنا كده بقى. نرزب نباشها ده. ونعمل كده. مليون تسعمائة الف. ساني واحدة. لقد ممكن نعمل كده. اوه ده هومينج. اتنين مليون. يا اتنين دي اتنين مليون بمناسبة. طيب الاسلحة دي كلها شباب حرفيا. اسلحة جبب. اوو. اوكي. نبعد هنا كده. اوه يا الله. اوه. هلوو ليزر. هلو ليزر. باي باي ليزر. جود 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 باي. اوكي. كربنا يا شباب كل الاسلحة دي مع بعض. قادل بس حاجة اخيرة عاوزكم بجربها. اللي هي دي ودي ده هيكون بيراسبا الفانيلا وده هيكون بيراسبا الفانيلا والمودات. بس لازم الاتنين يكونوا بيشتغلوا بالليل بس. فنجد كده يا شباب ونجرب اول حاجة بس بقى نجرب ايه? اعتقد هنكون نجرب بده يا شباب شفين السلح ده? اوه جبار. عنده ضربة كليك يمين حرفيا جبارة هنا. يبقى ده يا شباب بس عاوزكم اهم حاجة في الفايدة تركزوا على الدمج اللي يطلع هنا. فلو عملنا كده ومسكنا السلح ده ودوسنا كليك يمين. يأ. شفيت. شفيت ارقام? شفيت ارقام اللي تلعت? انا خلصناهم بالمناسبة يعني. خلصوا على فكرة الموضوع كله. غلبنا كل البصات اللي هي العادية. هط كل ده هنا. اوه ايه ده كله ايه ده كله. الستورج عندي قربيت ميلي. نيباف ده يا شباب. هكون بجرب عليه السلح ده. او 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 انا سمع حاجة غريبة. او ايه ده ايه ده او الليزر. الليزر. او ايه الليزر شباب. ما اعتقدش ان يدي لها حل. ما اعتقدش ابدا ان يدي لها حل. نوع برضو بيراز بين الجارديان. والجارديان مجرد ما تموته هي موتك. بس حرفين السلح ده بتاع اللي هو السلح قوي جدا. بيطلع جارديان. انت متخالية? انت بتحارب بالجارديان. السلح ده جميل برضو جدا. اللي هو ده بيتحارب بالكوين بي. السلح ده برضو رهيب بتحارب بالعيون بتاعة الايف كاثولو. وده بتحارب بالسلايم. ده بتحارب بالسايس نفسها. وده بتحارب بالقلوب. حرفين شباب احد اجمل الاسلحة اللي شفتها في حياتي في اي موتباك. حرفين بلا نقاش. مفيش ابدا اي موتباك بتميز في شكل اسلحة وطريقتها. لكن مشكلة الوحيدة مع الموتباك ده انه هو بيحط لك اسلحة الجميل قوي دي بعد ما خلص الموتباك. عاوز اكون بجرب مرة تاني لو انفع اكون بحاول ما موتش منهم يعني. ده هدا فيه. لو ان عملت كده. وشغلت ده. بيعمل حركة غريبة. او 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 او. يأ. مفيش فايدة. لا 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 مفيش فايدة. فيش فايدة. الميوتينت بيموتني بالليزر بتاعه. يا هو الميوتينت تقريبا لا مش ميوتينت شباب تقريبا ده الدونجين جارديان. الدونجين جارديان شباب هو لي بيموتني بالليزر بتاعه. او كي ما اعتقدش اني دي لها حل. ففاهمني ما اعتقدش اني دي لها حل. لو لها حل قولي برضو شباب في كومنتات تحت عاوز اكون بجربها تاني. اه لكن بكده يا شباب ده تكون اخر حلقة عندنا في سلسلة الفارجو مود احد اجمل السلاسل الصراحة وحاليا هي مركز الاول بالنسبة لي. الفايتات جميلة. الاسلحة والاكسسورات حرفيا جميلة. ده اكبر مود باك شفت فيه كمية اكسسورات حرفيا ضخمة. كل ده كل اللي هنا ده اكسسورات. كله كل ده. فانتم مفيش ابدا المود باك هتلاقي فيه كمية الاكسسورات دي. فبرا شباب عاوز اكون بعرف رأيكو في كومنتات تحت. يا طرى تدي المود باك ده كامل عشرة. انا عاوز احطي الاسلحة حلوة دي قبل بس ما بخلص كل حاجة. لانو حطت لك كل اسلحة قوية جدا بعد الموتينت. وان ما تفاهم كده انك لو حطت لك قبل الموتينت الموتينت مش هيب بفايت. فاني يا شباب لو هكون بدي تقويم ده اعتقد بدي له تقويم تسعة ونص من عشرة. حرفية المود باك ده من احد اجمل من حيس الاسلحة البصات حرفيا حاجة جميلة. النص ده شيل توليل ان البصات عددها قليل شوية. لما دي كان فيها بصات حرفيا كتير جدا. لكن ده عدد بصات قليل شوية. وده كان اعتراضي مع مود اثوريام. اتمنى فعن يكون بيضيفوا بصات تانية عاوز اكون بجربهم. وبكية يا شباب دي تكون نهاية حلقتنا ونهاية سلسلتنا في الفارج مودة. اتمنى فعن تكون عجبتكم الكوست بتاعتم الكوست فاتو. ومتنساش لو انت لس اجدتكم تشترك. لو عاجب في فيديوتكم يلا باي باي. وده ماذا تقول تحيا فلسطين. اشتركوا في القناة